المجموعة الثانية المريخ نيجي بعد كده للمجموعة الثانية اللي فيها طبعا سانداونز واحد من أقوى الفرق اللي هتنافس النادي الأهلية هذا الموسم على البطولة من وجهة نظر سانداونز صعد عنده 13 نقطة المنافسة في المركز الثاني ما بين شباب بولوزداد اللي هو فيه أمير سعيود الجزائري والهلال السوداني على المركز الثاني شباب بولوزداد في الجولة الأخيرة رايح يلاعب سانداونز في جنوب أفريقيا والهلال اللي رايح يلاعب مازينبي في كونغو فالماتشين دول هم اللي هيحددوا مين اللي هيصعب مع سانداونز يعني الهلال وشباب بولوزداد حيلعبوا المبركة خارج أرضهم خارج أرضهم وبالتالي النتيجة هتحسم خارج الأرض شباب بولوزداد يا إما الهلال من الآرب دولك؟ شباب بولوزداد الآرب الآرب؟ معنات الزمالك مازينبي خمس ألقاب وبعدين مازينبي طبعا بتاريخه معروف كونوا أنه هو خاصة أن المجموعة الهلال مش في حالته شباب بولوزداد آه فريق يعني نوعا ما متوسط فأنت بتتكلم أن مازينبي لا الطبيعي في مجموعة زي دات أول ما القرعة قالت يبقى أنت بترشح سانداونز ومازينبي بدون شك طيب دي المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة الوداد الوداد المغربي برضو هو ضمن التأهل ولكن لسه الصدارة عشان يضمن الصدارة لسه نقطة في الجولة الأخيرة لكن هو تقاهل رسمي تقاهل رسمي يبقى عندنا تقاهل رسمي الوداد تقاهل رسميا أول أو تاني لسه في الجولة الأخيرة لسه نقطة بس تمام طبعا هياخدها مع بيترو أتلكو يعني 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 يكيد ضمن الصدارة كمان نيجي بعد كده ليه حرية وكايزر تشيفز ده في المركز الثاني الفصلة يعني الفصلة ما بينهم الآرب طبعا حرية على ملعبه وبالتالي يعني الآرب حرية أنه هو يصاحب الوداد ليه الدور التاني والوداد طبعا هيلعب بيترو أتلكو أعتقد هيكسب المبرادة حتى لو تعادل ضمن الصدارة حتى لو تعادل يعني في المجموعة دي الوداد تأهل ولسه المنافسة ما بين حرية وكايزر تشيفز زي المجموعة التانية برضو كان المنافسة ما بين شباب بلوزداد وللال على المركز التاني أنت شايف أن حرية الآرب الآرب نتيجة أنه بيلعب على أرض على أرضه طبعا وكمان هو لسه فايز ومخسرش غير ملوداد فماشي بشكل كويس يعني طيب نروح من المجموعة الرابعة مجموعة الزمالك الأول التراجي ضمن التأهل الرسمي بس مش أول مجموعة برسه بس مش أول مجموعة لسه محتاج نقطة تمام المجموعة الثاني مولدية الجزائر تمانية والزمالك عنده خمس نقط الزمالك طبعا لازم يكسب تونجة السنغالي عشان يبقى ثمان نقط ولازم التراجي عشان الزمالك يسعد لازم التراجي يكسب ملودية الجزائر لو الملودية أخد نقطة الزمالك ما يسعدش أين كانت يجبت الزمالك طبعا التعادل ما بين ملودية والتراجي بيقس الزمالك وبيسعد بالفريتين مع بعض لكن الزمالك بصراحة عمل مباراة جيدة جدا وعنده فرصة كويسة برضي خاصة أن التراجي على ملعبه مع الملودية ممكن التراجي يكسب وممكن الزمالك يكسب فعنده فرصة حتى ممكن نقول 40-50% تمام من الأرقام بتاعة المجموعات اللي همنا طبعا النادي الأهلي أكيد ما فيه شك يعني أنت من خلال تحليلك للمجموعات كده ومشوار إن شاء الله النادي الأهلي في دور التمانية تفتكر كده الأهلي ممكن يلاعب من خلال الرؤية يعني عندنا عندنا سانداونز والوداد والتراجي واحد من الفرق التلاتة بقى حسب القرعة معادة آخر أربعة القرعة طيب